مفرد مجوز هو قرار جديد أصدرته وزارة الداخلية في إطار محاولات الحكومة والدولة المحافظة على قرار التعبئة العامة فبعد أيام على عودة حركة السير والمواطنين بشكل شبه طبيعي خلال ساعات النهار عادت وزارة الداخلية إلى عام 58 لاستعارة قرار وزيرها آنذاك ريمو إدي لحل مشكلة زحمة السير وهو قرار تعتمده أغلبية الدول لخفض الاحتباس الحراري ونسب التلوث هدف القرار تخفيض تنقل حركة السيارات على الطرقات وبالتالي بيستبع تخفيض التجمعات والاقتضاث لا الهدف الأساس لا احتواء وعدم تفشي وباء كورونا يعني حقيقة كل أسبوع الدولة عم تسفقنا قرار عم بتخلي أنشتاين يشعله بأبرع الوجع هلأ القرار الجديد هو أنه السيارات اللي رقمه بيخلص مفرد بتمشي تنان أربعة جمعة واللي رقمه مشفز بتمشي تلاتة خميس سبت طب بس سؤال لماذا اشتركتوا لأحد فاضي كنت أعملوا له السيارات المسروقة مثلا يعني وحيات أمي لو ترامب أخذ هاق قرار بنيويورك مثلا كان تمثال حرية حلق حاله نفسي أفهم كيف طلعت معكم يا حبيبات قلبي يا دولي بربنان ما بيمشي الحال يعني صلنا بدنا نعمل لوزنامة للسيارات وللأيام هلأ بدل ما كل واحد يظهر بسيارته حيصيره جيران يظهروا مع بعضهم كل يام بسيارة واحدة يعني مثلا والكورونا حتوصل للرقب قبل كنت أطلع أستعين من جاري حامضة بصلي فجلي هلأ بطلع بقوله جار ما توخزنا بس بديه خليك تعيني نمرض سيارتك عمشان أطعنا من الغاز وبتعرف أنت أنا مفرد صلنا بس نشوف واحد عم يمشي على إجراء يوم الأربع منقوله يا حرام هذا مجوز يا حرام الله يعينه هلأ صار الإنسان بيتصنف أي دم يموع مصاري ومفرد أو مجوز هذي صارت صفة جديدة بقرأ أذا توقف حدا وفاق على الحباسي بيسأله أنت شو حلقة تهمي أتى المخدرات لا أنا مجوز آه والله يوم الاثنان يعني أكل ضرب يوم الاثنان وهلأ صار الواحد بس بده يعرض سيارة اللي بيع بحط سيارة مفردة نظيفة مدفوع ميكانيكا وإذا واحد كسر على الثاني بقوله أعطيك النملة بطل فيه مسبات للي أعطيك الدفتر يعني على أساس تحنا شعب نقصنا نقصنا مثلا هبل ويشنون بعد مش عم بفهم نعض نرقب نمر سياراتنا مرور سياراتنا يعني في لبنان ما بتمشي دونت إكزيس يعني ما بتسير طب خنت أعملها فرد برعا الألوان مثلا يعني التنين سيارات بيضة التلاتة سيارات سودة الأربعة كحلة والخميس سيارات المعجن البعدة بلابوية ما خبأنا هيدي فكرة طب يا خيه ولي سيارته بتخلصوا بسفر مثلا هيدا با ما خبرتونا شو بيصير فيه أنتين بيظهر برمضان مثلا بتخلص سيارته بسفر بعدها الشعب اللبناني أسكى منه ما فيه يعني مثلا أنا نمرة سيارتي أولة تسعة وآخرة تسعة محلول يا جماعة كل يوم بقلب النمرة التسعة بتسير ست والست بتسير تسعة وبظهر على الميلتان آه والله معالي المزير الداخلية والدولة اللبنانية مجتمعة يعني عرفت حالكم هلأ أنتوا شو عملتوا أنتوا غيرتوا مجرى البشرية بألار كله بلبنان هلأ نص اللي خاطبين رح يطرقوا ما كل ما تقولوا خطيبتوا لما جيت لعندي بيتخانقوا لما جيت بقول لأ أنا بخلص في خمسة حبيبتي مش قش بيبتحملي في ألار في دولة هلأ راح تبلش بيكي ودبراسين وتجي أمه تطيب عليها ومعلاش يا ماما ومعلاش يا حبيبتي تقول لأ مش قلتلك أنا مش نصحتك كنت أخدت واحد بيخلص بستة كان أحسن صلت الأم تدعي لبنتها الله يسعدك يا بنت بيبعث لك حريس ابن مرتان يعني كان عنا عقل كامل اجت الأزمة الاقتصادية طال نصه اجت القرونة طال ربعه صلنا عشين بربع عقل إجت الدولة اللي بن نيب هالألال طيرة تضرب على البيئ كله صلنا شعب مقفلس مكورا من مرر مضرب وبعد نمر جود إيفنينج ترجمة نانسي قنقر